اشتركوا في القناة خلال الجولة الثانية عشر من الدوري الماسي لألعاب القوى هذا هو قد كان معنا عمر الهاتف في نشرة سابقة نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى السيد محمد بن جلال حيث تحدث بن جلال عن تحطيم رتجبة للرقم القياسي العالمي في الواقع السباق بعد ريو اللي فاغت فيه الباطلة روس صادها نوع من اطعاب الشديد من اثر البطولة اللي كانت في البرازيل وانثم لها عدة مشاركات من ضمنها لقاء ضاريس ولقاء زيورخ احنا في فكرنا انه تحطم الرقم القياسي العالمي في زيورخ لكن يات الأمور بالطريقة اللي هي تحدها شافت روحة انه في الفورمة انه تقدر تحقق الانجاز وفعلا حققت الانجاز وكسرت الرقم العالمي اللي مسجل باللعاب السورية ولأول مرة في تاريخ البحريني سجل الرقم باسم مملكة البحرين حقق منتخابنا الوطني للكاتة المركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة الخليج العشرين الجودة التي استضافها اتحاد البحرين للدفاع عن الناس على صالة الاتحاد البحرين لكرة الطاولة حيث تربع منتخابنا الوطني للكاتة على عرش فئة الشباب يحقق بذلك منتخابنا انجازا جديد يضاف الى سجل لمملكة البحرين في فترة قياسية اما في منافسات الكاتل الرجال فقد حقق منتخابنا المركز الثالث والميداليات البرونسية تمكى المتخاب الوطني لكرة رياد من الفوز على منتخب هونكونغ ب34 هدفا مقابل 17 في مستهل مشاركته بالبطولة الاسيوية السابعة للناشئين لكرة رياد والمقامة في مملكة البحرين وذلك في ختام منافسات الجولة الاولى لمنتخبات المجموعة الاولى من البطولة اقترب منتخابنا الوطني للاشباب لكرة الطائرة من الفوز بلقب البطولة الخليجية الثانية للاشباب التي تحتضنها مملكة البحرين بتنظيم من الاتحاد البحرين لكرة الطائرة وذلك بعد ان حقق فوزه الرابع على التولي في البطولة يقترب من المحافظة على اللقب الخليجي في النسخة الثانية على التولي ترجمة نانسي قنقر